شاركت مصر ممثلة في وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في اليوم الثاني لمنتدى الطاقة العالمية ضمن قمة أسبوع أبو ظبي للإستدامة 2023 والمنعقدة في الفترة من الرابع عشر حتى التاسع عشر من يناير الجاري بالإمارات خلال كلمتها ركزت الوزيرة على مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 الذي عقد في مصر نوفمبر الماضي والذي أثبت فاعلية العمل متعدد الأطراف وخرج بقرارات في مختلف مسارات التفاوض كما شرحت الوزيرة مقامت به مصر للخروج بمؤتمر مناخ شمولي يجمع مختلف الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطعا خاص هذا إضافة إلى الشباب والمرأة